فتاة على خلق ودين تصلي وتحفظ القرآن وتجتهد قدر استطاعتها لترضي خالقها وكانت تذهب إلى المسجد كل يوم عند صلاة المغرب وبعد انتهاء الصلاة تقوم بتحفيظ الصغيرات القرآن حتى الأذان لصلاة العشاء أعجبت هذه الفتاة بجارهم الشاب التقي الذي تراه لا يترك فرضا إلا وصلاه بالمسجد وكانت تشعر بسعادة كبيرة عندما تتحدث أسرتها عن أخلاق والتزام هذا الشاب شعرت والدة الفتاة بإعجاب ابنتها بهذا الشاب معانمت من والدته أنه يستعد للسفر خارج البلاد وأنه بعد أن يستقر في غربته سيبحث عن عروس من بلده ففرحت الأم بهذا الخبر وفي ليلة سفره بعد صلاة المغرب طلبت الأم من ابنتها أن تذهب معها ليودع هذا الشاب وفي تفكيرها لفت نظر الشاب لابنتها لتكون زوجته القادمة ولكن حياء الفتاة منعها من الموافقة على رأي أمها وقالت لها لا أستطيع أن أترك درس التحفيظ لأودع جارنا أو لألفت نظره كما تفكرين سافر الشاب إلى هولندا وبعد ستة أشهر قرر البحث عن زوجة بالرغم من مروره بظروف قاسية ولكن ثقته بالله ويقينه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف جعله يقدم على الزواج مطمئن فأوكل المهمة إلى والدته وأوصاها بأن تبدأ بالقريبة وكان يقصد جارته لإعجابه بالتزامها وخلقها ولكن الأم ظنته أنه يوصيها بإحدى قريباته فسافرت لإحدى المدن لابنة خالته لتخطبها له وعندما قالت لها أن ابن يعمل ويعيش بالغربة وافقت وأتت وجلست بجانب الأم وعندما سألتها الأم عندما يتم الزواج هل تقبلين أن تعيشي معه في أغندا تغيرت ملامح الفتاة وغضبت وقالت أغندا مستحيل عادت الأم إلى مدينتها حزينة مكسورة الخاطر وعندما وصلت بالقرب من بيتها التقت بجارتهم بالطريق وسألتها عن سبب حزنها فحكت لها القصة ثم سألت الفتاة جارتهم والله إني أحبك كثيرا لأدبك وأخلاقك هل تقبلين يا ابنتي الزواج من ولدي وتذهبين معه إلى أغندا ابتسمت الفتاة وقالت أوافق يا أمي وفي المساء ذهبت الأم وأسرتها لخطبة الفتاة ثم اتصلت بابنها بالهاتف وبعد أن سلمت عليه وأخبرته بموافقة جارتهم أعطت الهاتف لها لتتحدث مع ابنها وبدأت الفتاة بالسلام ثم سألته كيف الأجواء عندك في أغندا ضحك الشاب وقال لها أنا أعيش بهولندا وأمي تخطئ دائما وتقول أغندا وكم أنا سعيد لأن والدتي فهمت رغبتي ونفذت وصيتي واختارتك عندما طلبت منها أن تبدأ بالقريبة فرحت الفتاة كثيرا عندما شعرت أنه تمناها كما تمنته ودعت الله كثيرا أن يحقق أمنيتها فحمدت الله على عطائه وتدبيره وقالت صدقت يا رسول الله حين قلت إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أرملة صالحة قامت بتربية ورعاية ابنها الصغير بعد وفاة والده وهو في السادسة من عمره فعملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تنفق عليه وتعلم حتى أصبح شابا وأنهى دراسته الجامعية وكان حافظا لجميلها وبارا بها وبعد تخرجه وتفوقه جاءته بعثة إلى الخارج فودع أمه والدموع تملأ عينيها وهي توصيه قائلة انتبه يا بني على نفسك ولا تقطع عني أخبارك كن دائما على اتصال بي حتى أطمئن على صحتك ولا تنسني فقال لها الابن مبتسما كيف أنساك يا أمي وقد أوصاني الله بك وكذلك أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الجنة تحت أقدام الأمهات وقوله أيضا رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما اطمئنت الأم وسافر الإبن وأكمل تعليمه وعاد بعد مضي زمن طويل استقبلته أمه بفرحة كبيرة خاصة بعدما علمت بحصوله على وظيفة عالية وكانت الأم قد اختارت له فتاة صالحة على خلق ودين وتحفظ كتاب الله ولكنه اعتذر لأمه وأخبرها أنه قد اتفق مع أحد أصدقائه في القربة على الزواج من أخته المثقفة الغنية الجميلة فلم تعترض الأم وتمنت له السعادة وبعد شهور قليلة تم تحديد موعد حفل الزفاف وفي أفخم القاعات جلس الإبن بجانب العروس ونادى على أمه كي تسلم على العروس التي لم تشاهدها سوى مرة واحدة فأقبلت الأم بفرحة كبيرة واحتضنت زوجة ابنها بحرارة كبيرة ولكنها فوجئت بالعروس تصرخ في وجهها أمام الجميع وتقول لها لقد أتلفت فستان الزفاف وزينتي ثم قالت لزوجها كيف تكون هذه أمك هيا أنزلها وأبعدها عن هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقف الزوج في ذهول شديد ثم أمسك بأمه وأخذ جهاز مكبر الصوت وقال للحاضرين ماذا أفعل بأمي لأرضي زوجتي؟ من يشتري أمي؟ ورددها ثلاث مرات فذهل الحاضرون من كلامه الذي قاله بدموع عينيه ثم خلع خاتم الزواج وألقى به عند قدمي زوجته وقال أنا أشتري أمي والتفت إلى عروسه معلن طلاقه منها ثم أخذ أمه وعاد بها إلى بيتهما وفي الصباح كانت كل منطقته علمت بما حدث فجاءه رجل صالح وقال له لبرك بأمك فلن أجد رجلا أفضل منك لابنتي ففرحت الأم كثيرا وقالت لابنها هذا والد الفتاة التي اخترتها لك إنها هدية من الله تستحقها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما استوقف رجل فقير وشبه عاجز سائق التكسي وقال له بصوت ضعيف هل تسمح بتوصيل إلى بيتي بجانب الجبل وليس معي ما أعطيك من نقود ابتسم سائق التكسي وقال للرجل اصعد ولا تشغل بالك بأجرتي أوصله سائق التكسي حتى بيته وعندما نزل الرجل أقبل عليه أولاده الصغار وسألوه أجئتنا بالخبز يا أبتي فقال لهم في حزن لا والله ما جئت لكم بالخبز فقد استحييت من السائق أن أطيل عليه المسافة والوقت دون أجر أو مقابل سمع السائق هذا الرد من الأب المسكين فأراد أن يكمل معروفه فنزل أسفل الجبل واشترى خمسة أكياس خبز وذهب إليه وأعطاه إياها شاهد السائق أولاد الرجل الفقير التهموا نصف الخبز في دقائق من شدة جوعهم وفقرهم فحاول أن يخفي دموعه ونزل بسيارته من الجبل إلى المدينة يسعى في كسب رزقه ويبحث عن راكب جديد فاستوقفه سائح وقال له أوصلني إلى المطار فأخذه السائق إلى المطار وهناك أعطاه السائح ألفي جنيه والتسعيرة الاعتيادية لهذه الرحلة خمسمائة جنيه فقط وهو في المطار جاءه سائح آخر طلب منه أن يوصله إلى فندق شهير وأعطاه مئة دولار فاشترى السائق ما لذ وطاب من الفواكه والحلويات واللحوم ووضع كل هذه الأشياء داخل سيارته كي يذهب بها إلى الرجل الفقير وأسرته بالجبل لأنه تأكد تماما أن الله رزقه كل هذا الرزق بسبب خدمته لهذا الرجل التي كانت خالصة لوجه الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون إلا أن أحد الأصدقاء التقى به أمام بائع اللحوم وأصر أن يذهب معه إلى بيته ليشاركه في وليمة أعدها بمناسبة خير أتاه فذهب معه ولب دعوته فوجد إصرافا كثيرا ومباهاتا بأنواع الأطعمة وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسسه أحد فاحتاروا أين يذهبون به فقال السائق أنا آخذه وبعد أن ودع السائق صاحب الوليمة ذهب إلى أسرة الرجل الفقير وأعطاه كل ما اشتراه وما حصل عليه من الوليمة فكاد الرجل أن يبكي فرحا مما يحدث له وقبل أن ينصرف السائق سمع صوت الأطفال الصغار من خلف الباب تصيح بأعلى صوتها وكأنها رأت شيئا عظيمة لحم وفاكهة وحلوى فسقطت دمعة من عينه وهو يتقطع من الألم داعيا لأهل هذا البيت ولغيره أن يرحمهم الله وأن يلطف بهم وأن لا يؤخذنا الله بتقصيرنا تجاههم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكِّرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون